كيف يقومون بشكل كبير بلانب تقومون بشكل كبير نفس الشيء هنا بس فارجونا كيف يستعملوا الموف كونترولر لحتى اللي يعملوا سكولتنج يعني من الطين عم بيعملوا تماثيل وعم بيعملوا بيوت شكل كتير حلو وهنا حسب ما يتأملوا ان الناس يستعملوها لحتى اللي يبنوا عالم كامل من وراها يعني حطوا براسكم كأنه مينكرافت بس تستعملوا الموف كونترولر وما فيه ألمانس كتير مثل بس فكرة انه تختروع عالم كامل بقصص انتم تختروعها بالموف كونترولر بعد ما فيه الى قصة بعد ما فيه بعد ما الى اسم اللابي بس الشكل سيكون كتير حلو وفرجونا كمان تقدموا كيف فيكم وقتا تعملوا اختراع تاكن او تمثيل كيف فيكم تحركوه مثل أو دماء فعلا اشتركوه 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 من اول الطريق مش نزلوه بعدين شايفوه اذا الديفلبر بيقدروا يشتغلوا معا فهدي كانت حركة كتير نيحة من سوني من شان البلاي سيشن 4 اشتركوه اشتركوه وخلال سنين على البلاي سيشن بداية بألعاب مثل رزينت ايفل بداية كمان انتقالن رزينت ايفل انتقالن ديفل ماي كراي اشتركوه اشتركوه اسم اشتركوه كابكم انتقالن يسمونه Panta Ray تجدونه هذا الجيل لأيه لأنه يمكنكم تضعوا بقرارة P A N T A R H E I Panta Ray وهذا أساق جديد يعمل عليه لأنه يكون لالPS4 فرجونا تقدمه لألعبة كنت تسمينا كتبت اسمه هنا Deep Down هذه نية عملية ليس اسمها النهائي فقط فرجونا كيف الأساق يعمل والقوة التي لديها بصراحة جرافك لي كدير حلوة وكمان متل ما كنت أقل لكم من قبل بتأمل يكون فيه تريلر اونلاين لحتى تحطروا لتشوفوا عن جد الدعم ينشغل عليها للا بلاي سيشن فور الدي فيه تقنيات عم بفوت فيها بعدين طلعا يوشي هيسا هاشيموتو تا سكوري اينكس اللي ما كان عنده جيم بده يحكي عنه بده يفارجينا كانت سينماتيك منشان متل سينماتيك على انجن هنع بيشتغل علي للاسف فارجونا فيديو انا بصراحة شايفو من 3-4 سنين ما بتذكر كم سنين بس قديم كتير ووقتا شفته انا من زمان انصدمت بالجرافك هلا بتطلع انه اوكي حلوين للجرافك بس انه هذا فيديو شايفو من قبل فكتير شي مؤسف انه مجاي بي معوه شي جديد وبس انه بالاخير قالوا انه وعفكرة عم نشغل على الفانتسي تاني مي ايش في حدا كان متوقع انه سكوري اينكس ما عم بيششغل على فانتسي مهدا الفانتشاز الوحيد الى هدا ديكاميشون وعم مشيون الهلا يعني اوبي صوف تاكيد جاني طلعوا فارجونا واتش دوغز عم تلعب يعني فعلا واتش دوغز بعد عم تبهر متل ما مبسطنا فيها باي 3 هديك سنة هلا كمان عم بص فيها بعد اكتر ما بعف اذا كان لائف بلايثرو مع انه كان فيه شخص شكله كان بيلعب على ستاج بس تعرفوا امرار وقت الجيم بلاي يكون كتير بتحسك انه هيدا مدروس وحدا واقف بس تحتالي يمثل هيك حسات بس على الحالتين هيدا كان بعده دمه لللابي كيف حيكون شكله وفعلا يعني اذا تحبوا العام بالأوبن وولد اللي بيعطوكم الحرية تعملوا اللي بتكون اياها رح تنبصوا كتير باللابي مثل واتش راكس لانه كيف ما ماشي الشخص اللي باللابي عم بيقدر يعمل لحاكينج لتليفونات حاكينج لاتم عم بيتابع ناس كل شخص بيطلع له اي دي كارد تحت تحت جسمه رح تلي يبين مين هو والله هيدا شو بيعمل شو بيعمل بوقت الفراغ فيكن تدخله بناس عم بيعاملوا بحياتهم العادية يعني فعلا لابي كتير كتير واسع كمان شغلة كتير حلوة كمان عن واتشتاق انتبهت الله هي انه الانتقال بين عالم خارجي وعالم داخلي بصير بسرعة وما في لودن يعني في مرحلة كان عم بيلحق شخص عم بيركد وراع على الشارع هيداك الزلمي لانقول حنسميه حرامي لانقول ركت جوات محل انتو بترك دوراه فتحت المحل سوط عم طبته بالمحل تتهروا المحل جاتوا ادهرتوا على الشارع حركة واحدة ما كان فيه اي لودنج وهدي هذا يمكن بفاجرونه الباور اللي عندي يا بلاي سيشن فور وهيدا الشي انا كنت بتأمله كتير من ومعه في الانتقال انه يتوقفه على المحل تطلبه بس اذا كان نفوت على المطارح يكون كل ياته مفتوح خلال الماب بس بتوقع انه هدا كان بده كهير ممري وهدا اصبح موجود على البي سيشن فور كريس سمدزن تاع بليزرد بيظرد بيتطلع لحتل يقول انه هم كانوا صالحوا فترة مهتمين يعملوا أولاً يكون جميع مالكينج من قبل من سلوك سبباقينج ونحن يأخذ أنهم يجريون إجوا أنهم يريدون أحد أجوده على العمل على البلاي سيشن 4 وهي ديابلو 3 أكيد هذه الخبرية لم تكن أولاً قد أعرف أن أريد أن أتحدث عن ديابلو 3 لأنه إذا تذكروا أو كما أنكم تعلم على البلاي سيشن 1 أجد أول ديابلو وحتى يجبوا واركرافت 2 وكان فيكم تلعبوه فمانا ماشي غريب انو بلوزر يدخلوا بلاي سيشن ويجيبوا الالعاب تورونا الكنسول بس هل هيكون هادا اكسكلوسيف ما منعرف لحتين شوف انو بعدين اذا هيجعوا يطوروه يحطوه على غير كونسول كمان بنفس الوقت لان انا كمان بتذكر كمان اذا ماني غلطان على نينتندو سكسي فور كان يمكن فيه ستار كرافت يمكن ان اكون غلطان اصالحوني اذا انا اغلطت بس بتذكر كان فيه ستار كافت على واحد من الكنسول تقديم مكتبه لي ستطحكي مثلا في النسبة الاشراعي ويوصل لقابير لنا storinglines م Talent�� ultrasound لمكم لا توجد اكثني ان باقدي يكتب فيه من حل 2006 وال Rum combo انو صلىLean Matters الدكتونية ليستكتر ان تكون اكسكلوسيف للبلايسيشن ل husband sold on Windows وكانت كنت تعلم انو ستقوم بتأكترع على اس Thanksgiving لكن قالوا انو ستغلق على purpصة في البلايسيشن لا يعني أنه فقط سيكون الإكسلوسيف للا بلاي سيشن لأنه الآن لا يوجد غير بلاي سيشن فور ريفيل وتأثير في ريفيل للأكس بوكس متوقع كمان يطلعوا دستيني بانجي ويقولوا عن دستيني ويقولوا في قصة عم نعمل الإكسلوسيف للأكس بوكس وإذا لا أوكي مبروك للاعبي للاعبي للاي سيشن فهذا هو كان كل شيء على البلاي سيشن ريفيل مختصر طوله نصع إن شاء الله ما كنت تععبتكم معي أو زهدتكم معي للأسف ما فرجونا الكنسول كيف هيكون شكله أنا كنت متوقع كثير وكنت محمس أنا وفيفي بروسبر إنه نشوف الكنسول الجديد ي Lupin vend يكون شكله مبهر مثلما دايماً سيضع الكثير من المصاري على المصاريات الخاصة يريد أن يتركوه سيمبل ولكن فعال ويركزوا كثيرا على المساعدات الخاصة فيفي بروسبر تقول لا سيكون شكله هاي تك و ساي فاي و سيكون شكله مبهر مثل ما دائما ينزلوا كونسول يوقف دائما كونسول إذا انتو ضيانتوا معنا هلأ وسمعتوا هذا السؤال خبروني شو رأيكم وانتو شو بتقولوا الكونسول سيكون بسيط شكله هلأ مش بسيط انه بشع بس انه باسيك وبيعمل إلي عليه ولا سيكون اكسترافاجين وشكله ساي فاي ومودرن اللي يتحدى الكونسول الغير والموجودين مثل الأكس بوك الجديدة والوي يو خبروني بتعليقاتكن برجع بعتزر مراتاني على التعب اللي عندي إياه إن شاء الله كون فهمتكن على إلي كل شي صار إن شاء الله ما كون تعبتكن معي بالحكي و كمان إن شاء الله نجع بنحكي بهذا الموضوع كل إيته أسبوع الجاي بالفكرة الجديدة اللي حتكون نهارة تنين متما كده قلتكن الأحد ما حقدر صور فكرة يوميات لأننا سيكون مسافر إن شاء الله تنين منصور حلقة يوميات بيخد كل التعليقات تعقول لكم أي أسئلة عندكم إياها و خلينا نكمل النقاط على البلاي سيشن الجديدة فإذا هلا أنتم تحضروها الصبح بتمنى لكم نهار سعيد و إلا أبيحضرها هلا أو مش إلا أبيحضرها هلا أكيد ما أبيحضرها هلا بس خلينا نتمنى لكم نهار سعيد على الحالتين خليكم عم تابعونا على ريجين 2 وهذا كان التقرير الكامل للريفيل البلاي سيشن الجديدة